تحتضن جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات الذي يقام تحت شعار الجمهورية الجديدة حل موطن ويأتي أسبوع شباب الجامعات هذا العام في دورته السلسة عشر ويضم لأول مرة مشاركات للجامعات الأهلية والمعاهد ليكون أسبوع لكل طلاب مصر بلا استثناء كرنفال طلابي تحتضنه جامعة حلوان على مدار أسبوع تحت شعار الجمهورية الجديدة حل موطن يأتي أسبوع شباب الجامعات هذا العام في دورته الثالثة عشر وفيه ولأول مرة مشاركات للجامعات الأهلية والمعاهد ليكون أسبوعا لكل طلاب مصر بلا استثناء بنجهز مباني الجامعة كلها من حيث الإقامة من حيث الاستقبال من حيث الضيافة البنية تحتها كاملة بيحصل فيها تطوير وبيحصل فيها رفع كفاءة يمكن توجهات معالي رئيس الدكتور سيد أنديل رئيس الجامعة بمجرد بدء الإشارة في فكرة الانطلاق أسبوع شباب الجامعة في جامعة حلوان نبتدت فرق العمل تتكون وبتدى كل فرق عمل يبتدي يشتغل خلية نحل عشان يتكادفوا مع بعض لاستضافة هذا الحدث الضخم الكبير فهم جديدة تتحقق في أسبوع شباب الجامعة التلاتاشر الأسبوع الأول على مستوى الأسبوع التي نظمت في عدد الجامعات حوالي 44 جامعة مشاركة فعلية حتى هذه اللحظة فيها الجامعة الحكومية والتكنولوجية والخاصة والأهلية ما بين ندوات علمية وتفقيفية وزيارات ميدانية ونشاطات رياضية مختلفة ولقاءات دينية توعوية تدور أحداث الأسبوع ونشاطاته اليومية حقيقة كريمة اختارت فئة الشباب يعليك كل موجودة بحيث نقدر ننتشر بين الشباب بشكل أكبر نقدر نوصل لهم الفكر بتاعنا نقدر نعرفهم يعني إيه تطوعوا يعني إزاي المساعدات بيتم تقديمها للأهالي طبعا إحنا بدأنا في البداية إن إحنا بنستقبل الطلاب وروحنا كمان إن إحنا نستقبل الجامعات هناك في المكتبة المركزية في جامعة حلوان مختلف بقى الجامعات على مستوى الجمهورية كلها قاعدنا نعرفهم نشاطاتنا عجارة عن إيه ونشوف نشاطاتهم هما كمان ونتشارك طبعا الثقافات والأعمال وبعدين جينا هنا تاني عشان بقى نشارك في الجزء الترفيه شوية إحنا هنا موجودين عشان ننشر ثقافة العمل التطوعي ونعرف كل شاب من كل الجامعات باهمية التطوع ونحكي لهم خبرتنا وتجربتنا على التطوع كتجربة شخصية أو إزاي استفدنا منه وأثر في حياتنا بصفة عامة بتبقى مجال فرصة رائعة لكل المداربين الكبار في مصر بالذات الأندية الكبيرة إنها تتعرف على المواهب الصعيدة أو اللي غير ملقع عليها الضوء في الأقاليم بالذات الأقاليم بتنتهز هذه الفرصة عشان تشارك في هذه البطولة سنويا لأنه في جميع الألعاب الدولة بتوليها اهتمام كبير الصرف عليها جيد وبالتالي بتظهر أداء رائع في كل الأنشطة الصالة هنا الحقيقة حلوة جدا جدا وكانت تجربة حلوة قوي لأن في ناس من منتخبات عالية قوية اللي عبت ضدها وكانت كنت مبسوطة قوي وأنا بلعب ضدهم لأن حسى أن المستوى بتاعي بيبقى أحسن فكانت تجربة لذيذة طبعا حالة من التألوف الأخوي تجمع طلاب مصر تحت مظلة الجمهوريات الجديدة التي يزهو الطلاب بأنهم جزء من حاضرها وزخر لمستقبلها شكرا 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 شكرا